السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي هذا النهار شاعل الله سوف نتكلموا عن الموضوع الغالبية كيفية تجميع الفضلات للأرانيب هذا ما سوف نتحدث عن عناء كيفية نجمع الفضلات للأرانيب ولو أن الناس عندهم أقفاص يعني هوا القفاص كاين ولكن كيفية غادي الفضلات غادي تطيح يعني والفزق ديالهم عزكم الله يعني الفزق ديالهم البوت ديالهم عزكم الله يعني كيفية غادي نجمعوه وغادي بيدون عناء يعني ماشي نبقى كل نهار نصيقوا عليهم مثلا وسذك الريحة مثلا إلا كانت إحنا نقولوا مثلا عندك واحد أقفاص فوق السطح أو لفشي محل هكا سمو كيوقع أن المربي كيتفاجأ أن الرائحة بداتك تعطيه يعني ممكنش تحييذها من الأرض يعني إلا مشي تحت طاحت في الأرض تصافي كتبني الرائحة كيريها في ذاك المكان تسمو الفكرة يعني البطال الرخيصة اللي غادي نديروه وهي أننا نستعملو الميكة العادية عندما هاد الميكة هادي عندما هادي تخيلو جوج متر يعني هي كتكون ضوبلة عندما هادي كتكون غليدة عشرة دراهم عندما هادي تستعملو هاد عشرة دراهم يعني هاد القفص كله مثلا استعملت فيها عشرة دراهم عشرة دراهم اراها اعتقدت هي ماشي شي قيمة كبيرة بزاف ولكن حتى غادي تستعملو هاد عشرة دراهم عندما هتعرفوا القيمة دي هاد الميكة هادي عشنو هاد كيفاش طارق كين جوج طارق اللي تجميع الفاضها لاته كين إلا كان بغيتوا تخدموها الطريقة هادي إلا كان عندكم مقفص كبير حال هاد الشكل فيه الولادات وفيه الفيطان بسمو كتديرو 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 ثقب في الوسط كما كتشوفوا معايا اراه كين واحد ثقب ها هو قاع كل شي الفاضالات كلها كتجمع بانيو واحد واحد البانيو ماشي مضروري انها يكون بانيو يعني بحالها الطريقة هادي بكم تكون بانيو مدوار ولا انا غي هذا جانيم تسع وساهل في الهزة حسافي انتم كما كتلاحظوا الفاضالات ديالهم كلها كتجمع هنايا بما فيها الفيزيك ديالهم اللي ما ديالهم والفاضالات حتى هي كين طريقة اخرى الناس اللي عندهم القفص هدا بحالي قفص كبير وقفص مربع على شكل مربع اما بحال هاد القفص هادا مثلما هادا مستطيل مثلما كما كتشوفو رها مستطيل ممكن انه وتهو نديرو فيه نفس الطريقة ولكن هاد طريقة ديال الربطو الميكا يعني ونخليو نخليو هنايا البانيو اللي انهضرو عليه نخليوه الميكا يعني نربطوها بشكل مائل انتم كما كتشوفو معايا راغا ديال بشكل مائل انتم كما تلاحظو انه القناة مربوطين لهيه ولكن الميكا محدها جاية وهي كتشوفو معايا وفالالاخر ديال هاد القادوس هادا ماشي شي حاجة غي الميكا اذا كان البرد كتشوفو مائل هادكا وهاكا ممكن انه ذاك الفاضالات يطلحو منه من هاده ما بماذا تثقاله يعني غي باش كتثقل باش هادك الفاضالات كلهم افنص المخص انا كن نخدم بها مثل كنهز هاكا والفاضالات اللي مجموعة كما كتشوفو معايا نطيحة هالطاريقة هادي كنكرط بها صافي وهي نيس كنرد كنوا متأكدين انها الطاريقة هادي يعني فعالة جد فعالة لان لاحظو معايا الارضيه كباش ديرا ايا الارضيه نقية ما فيهاش ولا وسخة واحدة ما كيناش عانتوما جهات اخرى ممكنش تلقوا شي فاضالة طايحة او شي شي من فزق ديالهم اللي غادي يعطي يدير لكم واحد الريحة في المكان وناهيك على الغاز الامونيه الغاز الامونيه ارا سبق لي تتكلمت عليه في مواضيع اخرى غاز الامونيه كي تسبب في العامة ديال الارانيه يعني كي عنده جوج اضرار كين ضرر المباشر وغير مباشر كين الضرر المباشر انه كيتسبب في العامة ديال الارانيه يعني كيتأثرهم على العين ديالهم والسبب غير مباشر وهو انه كي يأثر حتى على كيتكون واحد الفطريات ممكن انها تولي جارب الناس اللي كي يعانيوا من الجارب ماشي الجارب ديال الشعر وانما الجارب ديال تصمغ الارانيه راه هاداك الغاز الامونيه يعني هب هاداك الفطريات ممكن انه انهم يتصابون تتصمغ الارانيه كتلقوا واحد القشور كينين في اه يعني في الارانيه اذا طريقة سهلة عشرة دياله ممكن انها يعني تضرب لكم هذا الجوش اقفاص يعني طريقة مشي شي حاجة ممكن انكم ترطو بها الطريقة اي طريقة انتم ما بغيتو هادا يعني كتانة ولا كوردة ممكن ترطو بها ربع عادي القناة وديرو تقب عادي في الواسط اما مربع اما مدوار مهم تقب عادي بغيتو الفضالة يعني ما تقاش لاسق به هاد طريقة هادا يعني انا يعني كتبقى لاسقى لان مع المدة ممكن انه يكون شي فصى ولا شي خش كيطيح وكي يحوز هاداك الفضالات انها تهوض ممكن انكم تكبوغي واحد شوية ديال الماء لهاد الجيه في القناة لهيه 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 يعني ربع ديال القناة ودك الماء كله كيهوض كيهوض يعني يهوض بواحد طريقة انتبا غادي نوريكم القائد تطبيقيا هينتبا بحالول الفضالات الاسراء هاتم متمو في هادا غادي نوريكم هاتبي بحادله 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 بخدمرات هنا هيتا ح соответة حاجه فانكم فدروا حاجة مفيدة وصلت في الارنب الناس الذين وطلبوا ليس لها فيديو ههو احنا لبيت لهم الرغبة لهم يعني كيفش طريقة لتجمع الفضلات لديل الارنب كنشكركم بزفى على التعليق طيبة لكم الناس الذين لا شاركوش معنا يشاركو معنا قناه القادية بالدعم لكم كنشكركم بزفى على الدعم لكم تكيو على زر جيم باش تساندوني وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد يلي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله